أول شيء ما في شيء مستغرب بزيارة ميشيل عون لعن بشار الأسد زيارة خلفة بين بعض هي زيارة بالسياسة صارت من 2006 سياسياً عم بحكي بغض نظر على الانتقال انتقل ميشيل عون بالسياسة على المحور الثاني من آخر 2005 بالكامل أول 2006 وتوجد شيء بتوقيع اتفاق مار مخايل رجع اليوم طلع زليل متقطع الرأس عملياً ميشيل عون قعد بشار الأسد بمشهد مزل لجمهوره أول شيء ولموقع رئاسة الجمهورية اللي شغلوا ست سنين طالع يستجدي بشار الأسد ويرجع يجيبه على اللعبة الداخلية من بعد ما الناس اللي معه تحديداً لميشيل عون ونحن وياهن بوقتها طردوا الأسد ما خلينا شيء ما عملنا لنطلع بشار الأسد وعسكره ومخابراته وأجهزته من السياسة بلبنان رايح يستجدي فيه ويستنجد فيه لاحي سبات شخصية ولا يقدر ينقوذ جبراً بسيل أو لما يجيب له سيمين فرنجي وهلأ كل اللي عم نشوفه اليوم من ناس مع ولا ضد وكل الجنون اللي عم يعملوا المحور وجمعته كل هيدا هو نتيجة عمليان طقاطهم معين عم بيقل له لحزب الله لأ أول مرة من 17 سنة بينقال بالبلد لحزب الله لأ نحن بمرحلة انهيار طويل عريض استاذ جيمي عم نجيب حدا هو مدير إقليمي بسندوق النقد الدولي يعني بالحد الأدنى بتتأمل أنه قادر يكون عم بنفس سياسات صندوق النقد الدولي بينما مرشح الممانعة كان عم بيقول على التليفزيون أنا ما عندي مشكل بأي اقتصاد ما عنده أي فكرة عن أي اقتصاد بده ياه ما زل مرشح الممانعة ما بيعرف شو يعني لمركزية إدارية بدي رد المستمعين والمشاهدين على آخر حلقة عاملة على التليفزيون نرجع محضرة نشوف شو هو هو هيدا مرشح الانهيار يعني فرضنا به بر بعد نهاية عهد إميلا حود دوستو أني صابقت تلتان بكل الدورات رجع فرض بعد منه ومخالفة للدستور وللمدة 49 بمخالفة تانية دستورية مثل ما كتير بيعرف يعمل رئيس المجلس عم يفتح كل مرة جلسي ويسكر جلسي ويختم وحضر ويرجع يفتتح جلسي ده ما يكون في دورة تانية ده ما يكون في دورة تانية يعني بكرة من بلش الجلسة بيعتبرها دورة أولى لا هذه دورة 16-17 دورة الأولى صارت فرض مرة بأول جلسة قبل نهاية عهد ميشيل عون لما داعي رئيس المجلس لجلسة وانعملت أول دورة وهي هي أول دورة تاني مرة هي تاني دورة بس اليوم قالوا يا فرعون من فرعنك ماشر حال هاي هي بيتجرقوا ما بعتقد يعني لا وليد جملات بيعملها ولا البطرك لهلأ قبلين فيها ولا مع أنه يعني كمان البطرك بتسأل وبيقلك أنا بقبل بأي رئيس جمهورية تاب إذا بتقبل بأي رئيس جمهورية عشون ما السكين بنصاب التلتين